فاعلم وهنا اعلم أمر والأمر بأن يكون الإنسان عالمًا والعلم لا بد فيه من اليقين والجزم فلا بد أن تجزم بمدلول هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا يوجد معبود يعبده الناس بحق إلا الله فإن الله هو المعبود بحق قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل يعني أنه لا بد من هذه الأمور الثلاثة لا بد أن يكون هناك علم ولا بد أن يكون هناك عمل فلا يصح علم لا ينتج عملا ولا يصحح مقالا وكذلك لا بد أن يكون العلم متقدما على العمل فدعوة بدون علم لا قيمة لها لأنها دعوة إلى جهالة وعمل بدون علم لا يقبل لأنه لم يبنى على أسس صحيحة إذا كان صاحبه قد ترك العلم عمدا ثم استدل عليه بقوله تعالى فاعلم وهنا إعلم أمر والأمر بأن يكون الإنسان عالمًا والعلم لا بد فيه من اليقين والجزم فلا بد أن تجزم بمدلول هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا يوجد معبود يعبده الناس بحق إلا الله فإن الله هو المعبود بحق ففيه نفي أحقية المعبودات التي تعبد من دون الله في العبادة فلا حق لها في ذلك وفي الآية إثبات أن العبودية الحق لله وحده لأن الاستثناء من النفي إثبات كما قرر عند أهل العلمي ثم قال واستغفر لذنبك أي أطلب من الله أن يغفر بأن يغطي ويستر ويزيل معصيتك وذنبك بخطائك وتجاوزك في حق الله جل وعلا قال فبدأ بالعلم في قوله فاعلم قبل القول والعمل فإنه قد جعل القول والعمل بعد العلم